موسيقى الرئيس السيسي يؤكد للنواب العموم العرب والأفارقة دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر موسيقى بعد افتتاحه مع بلينكين الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة شكري يواصل نشاطه الدبلوماسية في واشنطن موسيقى المفاوضية العليا للانتخابات الليبية تواصل تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية موسيقى السابع من النيل في القاهرة اهلا ومرحبا بحضرتكم اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر باعتبار ان سيادة القانون هي اساس الحكمة وان العدلة اسمى القيم الانسانية واساس استقرار المجتمعات موسيقى موسيقى استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السادة النواب العموم العرب والافارقة المشاركين في المؤتمر الدولي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول دور اجهزة النيابات العامة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية وذلك بحضور السيد النائب العام المستشار حماد الصاوي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان السيد الرئيس رحب بنواب عموم الدول المشاركين في المؤتمر مؤكدا سيادته دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر باعتبار ان سيادة القانون هي اساس الحكم ومشيرا سيادته الى اهمية العدل باعتباره اسمى القيم الانسانية واساس استقرار المجتمعات ومن ثم الحرص على ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله وقد استعرض السيد الرئيس رؤية مصر المتكاملة في اطار التعاون العابر للحدود بين الدول والتي تقوم على احترام الاختلاف في منظومة الثقافات والعدات والتقاليد والقيم لشعوب والامم مما يستدعي الفهم الكامل لهذه المسألة لاستيعاب التنوع الاجتماعي والاقتصادي والحضاري وتوفير مساحة كافية للتفاهم وتبادل الخبرات كما اشار السيد الرئيس الى اهمية المؤتمر الحالي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول سبل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم عبر الوطنية باعتبار هذا الموضوع من اهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي خاصة مع الازمات المتعددة التي تشهدها الساحتان الدولية والاقليمية وما يقوم به الارهاب من دور رئيسي في اشعالها فضلا عن كون هذا الحدث هو الاول من نوعه الذي يجمع بين اعضاء جمعيتين النواب العموم العرب والافارقة وقد استعرض السيد الرئيس في هذا الاطار رؤية مصر المتكاملة في اطار التعاون العابر للحدود بين الدول والتي تقوم على احترام الاختلاف في منظومة الثقافات والعادات وتوفير مساحة كافية للتفاهم وتبادل الخبرات واكد السيد الرئيس اهمية دور جمعيتين النواب العموم الافارقة والنواب العموم العرب في العمل على رفع كفاءة اجهزة الادعاء وبناء قدراتها على المستوى الاقليمي مشيرا سيادته الى دعم مصر لدور الجمعيتين باعتبارهما من اهم الادوات لتعزيز العمل الافريقي والعربي المشترك واضاف المتحدث الرسمي ان السيد النائب العام تقدم بالشكر للسيد الرئيس على رعاية المؤتمر مؤكدا ان مبادرة النيابة العامة بعقد هذا الحدث الهام جاءت انطلاقا من دور مصر المحوري على الصعيد الاقليمي خاصة في المجال القضائي والقانوني وذلك لاجاد ظهير افريقي عربي مشترك يساهم في التصدي للجرائم التي تهدد الشعوب باكملها ويساعد على تحقيق الهدف المنشود بارساء العدالة الناجزة التي تمثل اساسا لاستقرار الدول وصون سيادتها وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا بين السيد الرئيس والسادة النواب العموم المشاركين حيث توجهوا بالشكر للسيد الرئيس ولمصر على استضافة هذا المؤتمر الهام كما اشهد الحضور بالطفرة التنموية الملحوظة التي تشهدها مصر بقيادة السيد الرئيس والتي لمسوها خلال زياراتهم الميدانية إلى مختلف المشروعات القومية خاصة العاصمة الإدارية الجديدة وتم التوافق خلال الحوار بشأن همية استغلال المؤتمر في المستقبل كمنصة إقليمية منتظمة لتبادل الخبرات والرؤى بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه آليات التعاون القضائي الدولي وعلى وجه الخصوص طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة وجع الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق كافة المعايير الحديثة لتطوير المدن الجديدة والقائمة بصورة مستدامة مع تجهيز البنية الأساسية لتلك المدن لتصبح مدنا خضراء وصديقة للبيئة بما فيها استخدام الطاقة الجديدة والنظيفة خاصة في وسائل النقل الجماعي اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية وفيما يتعلق بمحور تطوير وإنشاء المدن الجديدة عرض السيد رئيس مجلس الوزراء التطورات الإنشائية للمشروعات التنموية والسياحية في إطار مدينتي العالمين الجديدة وشرم الشيخ وقد وجه السيد الرئيس بمراعاة تطبيق كافة المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة وتلك القائمة على مستوى الجمهورية بصورة مستدامة مع تجهيز البنية الأساسية لتلك المدن لتصبح مدنا خضراء وصديقة للبيئة بما فيها استخدام الطاقة الجديدة والنظيفة خاصة في وسائل النقل الجماعية فضلا عن استعداد وجاهزية تلك المدن لاستضافة أكبر الفعليات العالمية المختلفة في مصر كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات تطوير منطقة الفستات في إطار التطوير الشامل لمنطقة القاهرة التاريخية والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضري لقلب العاصمة وتحويلها إلى مقصد سياحي وزيادة نسبة المسطحات الخضراء وقد وجه السيد الرئيس بالانتهاء من كافة مراحل تطوير منطقة الفستات خلال عام 2022 مع مراعاة التصميم الحضري ذي الطابع المعماري العريق بما يتناغم مع طبيعة المنطقة التراثية تلقى رئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي منويل ماكرون تناول الاتصال مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة باريس للمؤتمر الدولي حول ليبيا خلال الشهر الجاري وقد عبر الرئيس الفرنسي عن حرصه على التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية وقد توافق الرئيسان على دعم المسار السياسي القائم وصولا إلى إجراء لاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر في نهاية الشهر المقبل وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية يواصل شكري وزيره الخارجية نشاطه الدبلوماسي في واشنطن وكان شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين قد افتتح الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة كما عقد الجانبان جلسة محارثات جرى فيها مناقشة جميع أوجه علاقات التعاون الثنائي ومجالات العمل المستهدف تعزيزها بين البلدين الصديقين كما تناولت محادثات شكري وبلينكين أبرز القضايا الإقليمية والدولية تم نوازيره الخارجية سامح شكري العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي قال أنتوني بلينكين مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في واشنطن أكد شكري أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لضمان استقرار المنطقة وأن نرحب هذا الحوار الهم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذي يغطي كثير من القضايا والموضوعات الهمة وقد جرت لنا الكثير من النقاطات والحوارات على مدار السنوات الماضية وأنا أتطلع إلى اجتماعاتنا المستمرة وقد كم هنا اليوم مع الواسط المصاحب لكم يعكس علاقة الصداقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة لمناقصة قضايا الطبيعية هذه المنطقة التي تواجه كثير من التحديات ويظل من المهم أن نستمر في تعاون معه من أجل إتعادة الاستقرار في المنطقة من جانبه أشهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بدور مصر في العمليات السياسية في ليبيا وجدد بلينكين تأكيده على قوة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن تلعب دورة مهمة للغاية في حجة الأموال لمساعدة غزة وبالنسبة لليبيا فإن مثير قد لعبت دورا مهمة كذلك في العملية السياسية في ليبيا ونحن قد عملنا معا لمساعدة الخضايا الاقتصادية ونحن اتفقنا على أهمية التعاون بين كل الأطراف ولكن نتشارف كثير من المخاوص المتابعة في المنطقة المتابعة بالقضاء على درهاب ونحن حناية المواطنين برد ذلك المواطنين الأمريكي في المنطقة أفاد المتحدث العسكري بأن اللجنة العسكرية المشتركة نجحت بناء على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي في تعديل الاتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح وذلك في إطار اتفاقية دولية بما يعزز ركائز الأمن طبقا المستجدات والمتغيرات يأتي هذا في ضوء المساعدة المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري واستمرار لجهود القوات المسلحة في ضبط وتأمين الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي نظمت قيارة الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب حفلا لتكريم أسر الشهداء ومصاب العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية وأسر الشهداء بمحافظتي شمال سيناء والإسماعيلية يأتي ذلك في إطار استمرار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة وتنفيذا لتوجهات القيارة العامة للقوات المسلحة بتقديم الدعم الكامل لأسر الشهداء ومصاب العمليات الحربية الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن تجرى الاستعدادات على قدم وصاق للانتهاء من كافة الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة سواء بالحي الحكومي أو حي المال والأعمال والحي السكني والنهر الأخضر يأتي ذلك تنفيذا التكريفات الرئيس للحكومة بالانتقال للعاصمة الإدارية خلال شهر ديسمبر المقبل وذلك لفترة تجربية تستمر ستة شهور 20 حيا سكنيا هو إجمال المستهدف إنشاؤه داخل العاصمة الإدارية التي تقع على مساحة 270 ألف فدان فيما تضم المرحلة الأولى نحو الثمانية أحياء تنفذ وزارة الإسكان منهم الحي الثالث والخامس هنا في الحي السكن الثالث ألف فدان تقريبا بيضم 24 ألف وحدة سكنية 8 مجاورات 6 مجاورات عمرات و2 مجاورة فيلات في حدود 700 عمارة سكنية بيضموا 20 ألف وحدة سكنية كمان عندي منطقة الفلات وهما 2 مجاورة بيضموا 952 وحدة فيلات من ما بين فيلات توينهاوس وتوينهاوس وسينجل في عندي اثنين طراز معماري لها المجاورة الخامسة واخدها الطراز المعماري الميدترينين أو شرق البحر المتوسط كمان عندي المجاورة الرابعة وبتاخد الطراز المعماري الحديث وبعيدا عن الحي السكني يوجد النهر الأخضر الذي يعد متنفسا لقاطني وزائر العاصمة الإدارية حيث تتم حاليا أعمال التشطيبات النهائية ليتم افتتاحه خلال شهر يناير القادم حيث يصل طوله لنهو 35 كيلو متر نحن هنا في الحدائق المركزية وده يعتبر أكبر تجمع حدائق مركزية على مستوى العالم بدأنا المرحلة الأولى منه على نساحة ألف فدان تقريبا بطول 11 كيلو تمتد من الطريق الدائري الأوسطي وحتى الطريق الدائري الإقليمي مواكبة مع الافتتاح الرئاسي إن شاء الله للعاصمة الإدارية سيكون الحدائق المركزية جاهزة لافتتاح وتشغيل بإذن الله نسبة الإنجاز سقاربت على من 60% ل65% تقريبا لنسبة النهو وبالإضافة إلى المساحات الخضراء يضم النهر الأخضر بحيرتين صناعيتين أحدهم على مساحة أربعة أفدنة والأخرى على مساحة 25 فدنا كما يحتوي على مناطق طرفهية ومجموعات نادرة من الأشجار في الجانب التصميم تم مراعاة الأنشطة الطرفهية بشكل كبير والواقع الخضري والبيئي في المنطقة بحيث أنه يدي إمبريشن للزائر في الحديقة عن مدى الخضار الموجود في العاصمة هنا وعن مدى حجم المشروع تم مراعاة برضو حجم الممرات الموجودة وتنوحها بحيث تكون ممرات للجارية وممرات للدرجات الهوائية وممرات للمشي مساحات خضراء وبحيرات صناعية ووحدات إدارية وتجارية ووحدات سكانية وفلات كل هذا لخدمة أكثر من 6 ملايين مواطن هم سكان العاصمة الإدارية لتصبح أحد أهم المدن الزكية في العالم من العاصمة الإدارية أشرف مبارك النيل تواصل المفاوضية العليا للانتخابات الليبية تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل وتم تسجيل أكثر من مليوني ناخب ليبي من حوالي 7 ملايين نسمة على المنصة الإلكترونية للمفاوضية الوطنية العليا للانتخابات وسيتم توزيع بطاقات الناخبين في مراكز الاقتراع حتى نهاية الشهر الجاري نتحول إلى السودان حيث أكرى الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع لالتزام الصارم بالتحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات في العام 2023 وتحقيق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة نؤكد لجماهير شعبنا التزامنا الصارم بالتحول الديمقراطي بغيام الانتخابات في المعد المحدد في العام 2023 ونجدد التأكيد على الالتزام التام بتحقيق أهداف الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة وتسلسل الحياة الكريمة للمواطن وتوفير الخدمات الأساسية وتشكيل الحكومة المدنية المستغلة دون وصاية من أحد اختتم السفير حسام زكي موفد الأمين العام للجامعة العربية والوفدة المرافق له زيارة إلى بيروت التقى خلالها القيادات اللبنانية بهدف البحث عن مخرج للأزمة بين لبنان ودول الخليج وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن السفير حسام زكي عقد لقاءات مع كل من الرئيس ميشيل عود ورئيس الوزراء ناجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري حيث انصبت المحادثات على كيفية علاج الأزمة في أعقاب الأزمة التي أثرتها تصرحات وزير الإعلام اللبناني ووضح المصدر أن الوفدة لمس لدى كافة القيادات اللبنانية حرصا كبيرا على العلاقة مع المملكة السعودية هذا وقد أكد السفير حسام زكي أن المحادثات مع لبنان بشأن الخلاف الحالي مع دول الخليج تسير في اتجاه إيجابي العلاقات بين الدول العربية يعني طبعا لها أسس تقوم عليها وهناك مثاق لجمع الدول العربية الجميع ملتزم به وهذا الأمر نحرس على احترامه والعلاقات بين لبنان ودول الخليج هي علاقات هامة هامة للبنان بكل تأكيد وهامة لدول الخليج أيضا أعتقد أن الجهد الذي نبذله يمكن أن يذهب في اتجاه إيجابي ونأمل أن نقطة البداية تكون من هنا ونستطيع أن نتجاوز هذه الأزمة ونعبرها إلى الحوار بشكل أكثر عمقا وأكثر يعني جدية في مصار العلاقة اللبنانية الخليجية بشكل عام وأضاف السفير حسام زكي أن زيارة وفد من الجامعة العربية لبيروت لها دور كبير في رأب الصدع والتوصل إلى حل الخلاف الذي نشب بين لبنان والدول الخليجية قبل قدومنا لم يكن هناك الجهد المبذول لرأب هذا الصدع نعتقد أن هذه الزيارة هي في حد ذاتها مبادرة لوضع هذه الأزمة في موضعها الصحيح والتواصل مع لبنان وقيادات لبنان التقينا في خامة الرئيس سعون دولة الرئيس ميقاتي دولة الرئيس بري بعد قليل لكي نعرف لكي نعرف أين نقف من هذه الأزمة أين يقف لبنان من هذه الأزمة وما الذي ينوي عمله لتجاوز هذه الأزمة من جانبه رحب رئيس لبناني العماد ميشيل عون بأي مسعى للجامعة العربية لإعادة العلاقات الأخوية مع السعودية لافتا إلى أن معالجة ما حدث مؤخرا يجب أن تكون من خلال حوار صادق بين البلدين وضف الرئيس لبناني أن بلاده لن تتردد في اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة الأجواء لمصارحة تأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية أعلن تحالف دعم شرعية في اليمن مقتل 115 عنصرا من الحوثيين في غارات جديدة حول مأرب وقال إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 19 من الأليات العسكرية في سرواح في غرب مأرب والجوف في شمال المدينة تتصهد المعارك العنيفة بين قوات الحكومة اليمنية والحوثيين قرب مدينة مأرب الاستراتيجية وخلال الأيام الأخيرة أسفرت المعارك عن سقوط نحو مئتي قتيل معظمهم من الحوثيين نحن هنا في أطراف مأرب نصد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نصد زحوفات مليشية الحوثية الإيرانية الإجرامية على مأرب ونكبدوا خسائر كبيرة في الأموال والعداد بدوره أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مقتل العشرات من عناصر الحوثي في غارات جديدة حول مأرب وقال بيان للتحالف إن الغارات استهدفت تدمير التسعة عشر من الآليات العسكرية في سرواح في غرب مأرب والقوف في شمال المدينة وتسعى قوات الحوثي من تصعيد القتال إلى سيطرة على مأرب الغنية بالنفط لاستكمال سيطرتهم على النصف الشمالي من اليمن واندلع الصراع في البلاد عام 2014 عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال البلاد ودخل التحالف العربي بقيادة سعودية الحرب في مارس عام 2015 لدعم الحكومة الشرعية وخلال سبع سنوات أدخلت الحرب اليمن في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة فيما بلغ عدد من نزحوا من مأرب مؤخرا أكثر من 55 ألف يجري كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقر اليوم محارثات مع مسؤولين فرنسيين في إطار جهور التقطيط لاستئناف المحارثات النووية في 29 نوفمبر الجاري وسألتقي علي باقر وهو أيضا نائب وزير خارجية إيران مع فيليب إيريرا مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الفرنسية ورئيس وفد التفاوض الفرنسي أكد قائد جيش تحرير رومو جال مورو الذي يقاتل قوات الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا أن قواته اقتربت من العاصمة أديسا بابا وتحضر لشن هجوم آخر متوقع أن تنتهي الحرب في وقت قريب جدا يأتي ذلك في حين لم يستبعد مقاتل الجبهة الشعبية لتحرير تيجري وحلفائهم من جيش تحرير أورومو الزحفة نحو أديسا بابا وذلك بعد استعادتهم مدينتين استراتيجيتين على بعد 400 كم من العاصمة أديسا بابا في المقابل تنفي الحكومة أي تقدم لجيش تحرير أورومو إلا أنها أعلنت حالة الطوارئ وطلبت من السكان تنظيم أنفسهم للدفاع عن العاصمة عادت الولايات المتحدة فتح حدودها البرية والجوية أمام المسافرين الأجانب الملقحين بعد 20 شهرا على إغلاقها وفرض قيود على السفر مما أصفر عن تشكيل طوابير طويلة عند المعابر الحدودية الأمريكية كانت الإدارة الأمريكية قد عمدت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى إغلاق الحدود اعتبارا من مارس 2020 بهدف احتواء جائحة كورونا أمام ملايين المسافرين الوافدين وبخاصة من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين ثم في وقت لاحق الهند والبرازيل قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر إن نحو 4000 مهاجر غير شرعي موجودون على حدود بيلاروسيا وبولندا ومن جانبها أعلنت لجنة الحدود البيلاروسية أن القوات البولندية تستخدمت الطائرات لممارسة الضغط النفسي بالإضافة إلى رش الغاز المسائل للدموع على اللاجئين في بقعة ساخنة على حدود بيلاروس مع بولندا تتصادم مصالح منسك مع الاتحاد الأوروبي بأكمله عبر أزمة المهاجرين غير شرعيين القابعين على حدود أراضي بيلاروس ويرغبون في الانتقال إلى تكاتل الأوروبي يتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي أليكزندر لوكاشينكو بتنصيق وصول موجة المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من الاتحاد ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده عقب موجة احتجاجات واسعة شنت المعارضة الداخلية ضد نظام حكم لوكاشينكو ويدور صراع يكافح فيه المهاجرون الظروف الإنسانية الصعبة التي أفقدتهم حقهم في الحصول على مقومات حياتهم الأساسية كانت ألمانيا قد شهدت زيادة حدة في أعداد المهاجرين الوافدين من بيلاروس عبر جارتها بولندا في أكتوبر الماضي بلغ عددهما يقرب من خمسة ألاف شخص لذا تؤيد برلين رغبة ورسو في بناء جدار حدودي مع بيلاروس هذا هجوم من بيلاروس إن نظام بيلاروس مضاد لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي إن نظام بيلاروس يعمل كأنه مهرب يستخدم اللاجئين والمهاجرين سياسيا وسوف تقف أوروبا معا ضد هذا الهجوم وبين سياسات الشد والجذب يحاول نشطاء حقوق الإنسان إمداد المهاجرين المنكوبين بالمساعدات الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة خاصة الأغطية والملابس لمواجهة ظروف الطقس البارد والحد الأدنى من قوتهم اليومين بعد قليل في أخبار السابع الغريب فيلم مصور في الجولان يحتل مكانة بارزة في مهرجان أيام فلسطيني السينمائي وهذه وقفتنا مع أنباء الاقتصاد أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على دور القطاع الخاص كشريك أساسي للدولة في تنفيذ الخطوات الخاصة بتطوير قطاع الصناعة الذي يعد أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية منوها بالجهود المبذولة لدعم الصناعة المحلية جاء ذلك خلال استعراض مدبولي عدد من المقترحات الخاصة بتوطين الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج من جانبها أشرت وزيرة التجارة والصناعة إلى الاهتمام والدعم الذي يلقاه قطاع الصناعة من قبل الرئيس السيسي للارتقاء بمستوى تنفسية المنتجات المصرية أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر حققت قفزة تاريخية في الصادرات بفضل دعم المشروعات الإنتاجية والتصديرية وأشار المركز إلى أن تحسن وضع التجارة المصرية خلال عام 2020-2021 مقارنة بالعام السابق عليه والتي زادت بنسبة 18.2% مسجلة 34 مليار و4 من 10 من المليار دولار في حين ترجعت قيمة العجز التجاري بنسبة 6.7% مسجلة 41 مليار و6 من 10 من المليار دولار وأكرت تقرير على تحسن سوق العمل والصادرات بدعم زيارة القدرة التنافسية للإقتصاد المصري كما يعزز قدرة مصر على مواجهة الصدمات قام وفد برلماني من 42 نائبا بزيارة شركة أبو زعب للصناعات المتخصصة وخلال الزيارة تم التأكيد على حرص الوزراء على أداء مهمتها الأساسية في تلبية احتياجات القوات المسلحة من مختلف الأسلحة والمعدات والذخائر كما يتم الاستفادة من فائر الطاقات الإنتاجية لشركاتها التابعة لخدمة القطاع المدني ودعم الاقتصاد القومي وتقليل الاستيراد وزيارة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال أن نسبة صرف المقررات التموينية خلال الإسبوع الأول من الشهر الحالي بلغ 35% وأكد كمال أن وزارة التموين قامت بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمجمعاتها التي تصل إلى 1300 مجمع بكل محافظات الجمهورية بنسبة كبيرة خاصة في السلع الاستراتيجية بتخفيضات تصل إلى 20% قال وزير الطاقة الإماراتي سهيلة المزروعي أن عدم كفاية الاستثمارات في صناعة النفط والغاز الطبي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وضاف خلال مؤتمر أسبوع النفط الإفريقي بدبي أن النفط والغاز ضروريان خلال فترة الانتقال اللازمة لتنفيذ مشروعات لا تنتج عنها انبعاثات كربونية مضيفا أن الإمارات مستعدة لاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح بإفريقيا في مهرجان أيام فلسطين السينمائي احتل فيلم النادر جرى تصويره في مرتفعات الجولان المحتلة مكانة بارزة داخل المهرجان الغريب فيلم نادر جرى تصويره في مرتفعات الجولان المحتلة احتل مكانة بارزة في مهرجان أيام فلسطين السينمائية الذي استمر لمدة ستة أيام أنا فخور جدا كل طاقم فخور جدا أن هذا الفيلم يكون في مهرجان فلسطين ويكون فيلم الافتتاح خصيصا أن هذا الفيلم ترشح من فلسطين للأوسكار وهذا أول فيلم يطلع من الجولان فيلم طويل الفيلم تدور أحداثه على خلفية الحرب الأهلية السورية ويروي قصة عدنان أحد سكان الجولان المحتلة الذي يشعر بأنه غريب في وطنه أقيم المهرجان في ست مدن تفصل بين معظمها الحدود ونقاط تفتيش عرضت الأفلام في الضفات الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية والناصرة وحيفا طبعا أحنا أي مبادرة هي بتحيي هذا المشهد الثقافي الموجود في المدينة في أي مبادرة يعني مشكورة مبادرة رائعة جدا تكون مميزة طبعا في ظل واقع المدينة المستهدف في ظل سياسة سياسة الاحتلال التي تهدف إلى طمس عالم الهوية الثقافية في مدينة الحلس وإلى جانب الجولان احتلت إسرائيل أضفة الغربية في حرب سبعة وستين وتتذرع بمخاوف أمنية للإبقاء على نقاط التفتيش في أرجائها في إسبانيا يواصل بركان لبالما إطلاق الحمام والرمادي والغازات بعد شهر ونصف الشهر من ثورانه لا يزال بركان كومبري فيخة في جزيرة لبالما الإسبانية يواصل إطلاق الحمام والرماد والغازات واشتد ثوران بركان الجزيرة وهي من جزر الكناير الواقع قبلت شمال غرب أفريقيا منذ التاسع عشر من سبتمبر ويقول العلماء إن ثوران البركان قد يسمر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لكن الخبراء قالوا إن التنابؤ بموعد انتهاء الثوران أمر صعب حيث إن الحمام البركانية والرماد والغازات التي تخرج على السطح هي انعكاس لنشاط جيولوجي معقد يحدث في أعماق الأرض وبعيدا عن متناول التكنولوجيا المتاحة حالية ويعيش حوالي خمسة وثمانين ألف شخص في الجزيرة وتم إجلاب أكثر من سبعة ألاف شخص من منازلهم بسبب تهديد أنهار الحمام البركانية وعلنت السلطات أن أكثر من عشرين ألف فدان بين البركان والمحيط الأطلسي أصبحت محظورة ودمرت الحمام البركانية أكثر من ألفين ومئات مبنى معظمها منازل ومزارع تسبب هطول الأمطار الغزيرة في الهند في اكتياح لفيضانات عارمة شوارع منازل مدينة تشيناي عاصمة ولاية تميل نادو كما غمرت مياه الفيضانات إحدى عشرة بلدة في الولاية الواقعة جنوبية البلاد مع ارتفاع منسوب المياه في الطرقات إلى نحو ربع المترة ومع توقع استمرار هطول الأمطار بغزارة خلال الأيام المقبلة يزداد الوضع سوءا في جميع أنحاء ولاية تميل نادو أما في مصر فاسود اليوم تقص مائل الحرارة على القهيرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب البلاد إلى حضرتكم بيان بدرجات الحرارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عنوين أخبار السابعة الرئيس السيسي يؤكد للنواب العموم العرب والأفارقة دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر بعد افتتاحه مع بلينكين الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة شكري واصل نشاطه الديبلوماسي في واشنطن المفاوضية العليا للانتخابات الليبية تواصل تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ختام أخبار السابعة جاءتكم من النيل في القاهرة نشكر لحضراتكم حسن المتابعة وإلى اللقاء